الأزمة في ليبيا تحضر في مباحثات دولية ومنتديات لمراكز دولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج وفي كلمته أمام منتدى كونكورديا الدولي في نيويورك قال إن حكومة الوفاق حاولت استيعاب حفتر في العملية السياسية لكنه يماطل لكسب الوقت وطمعاً في السيطرة على الحكم وليس من أجل الوصول إلى حل سياسي مضيفاً أنه استهان بمبادرة المبعوث الأممي وهاجم العاصمة أثناء زيارته لها دون مبرر سوى نصف العملية السياسية ويرجع السراج جرأة حفتر للاستهانة بالمبادرة الأممية إلى ما تلقاه طوال ثلاث سنوات من أسلحة ودعم مالي من قبل دول أقليمية داعياً لتشكيل لجنة دولية لتقص الحقائق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ليبيا حسب القانون الدولي حيث شدد على تمسكه بالمبادرة التي طرحها في يونيو الماضي والتزامه بحل سلمي للأزمة الليبية وإلى جانب تصريحات السراج فقد حضرت الأزمة الليبية في نيويورك في مباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظره المصري عبد الفتاح السيسي شملت القضايا في المنطقة كما كانت ليبيا أيضاً حاضرة على طويلة المباحثات بين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلام والممثل العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية فدريكا موغريني حيث أكد الجانبان خلال اجتماعهما على همش أعمال الجامعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على أهمية مساهمة الاتحاد الأوروبي في أحلال السلام والدفع بالعملية السياسية وتأتي هذه المباحثات الدولية والإقليمية قبل أيام فقط من اجتماع دولي حول ليبيا يعقد الخميس القادم في نيويورك من أجل تشجيع الأطراف على الانخراط في عملية سياسية قبل المؤتمر الدولي المزمع عقده في أكتوبر القادم بألمانيا ترجمة نانسي قنقر